وإلى دولاب رأس المال حيث الأرقام تؤثر في الحسابات يشير تقرير صحفي إلى طبع العراق خمسة تريليونات دينار في غضون الأشهر الثلاثة الماضية بسبب شح العملة المحلية فيما يتوقع أن يصل العجل السنوي من الدينار إلى أكثر من ستين تريليون مما يدفع الإطار التنسيقي للتخلي عما كان يعتبرها خطوطاً حمراء في السابق خاصة تلك المتعلقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة التقرير بين أن بغداد تعول على تخفيف القيود على تداول الدولار لعدة أشهر لحين التكيف مع الاشتراطات الأمريكية لمواجهة أزمة نقد بالدينار اضطرت العراق للضغط على مطابع بريطانيا وفرنسا التي يطبع فيها الدينار للحصول على كمية إضافية لسد النفقات وخاصة الرواتب الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع قوله أن العراق يدفع بالدينار مستحقات الغاز والكهرباء إلى إيران وهذه الأموال تعود إلى العراق لشراء الدولار لتستمر عملية تدوير العملة موضحا أن صفقة تخفيف قيود الدولار تتضمن أيضا تخفيف اعتراضات الإطار على خط أنبوب البصرة العقبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر